أهلا بكم جلنا تحذير مهم جدا من هيئة تبع عليه البنك الفيدرالي أو الفيدرال ريزولف سيستم بيقولوا للناس اللي بتستعمل باي بال فانمو كاش أب أو مثلا كمان اللي بتدفع عن طريق أبل باي وجوجل باي خدوا بالكوا إن الفلوس بتاعتكوا في خطر ولازم تسحبها من هذه الأبليكيشنز الخبر ده مهمة قوي بقاله كم يوم بيتداول في ناس مش عارفة عنه فانا جاي عشان أقول لكم عليه وبالتالي تاخد بالك من فلوسك طبعا ده دور القناة القناة دي بتقول لك الأخبار المهمة اللي انت ممكن تغفل عنها حتى لو انت من نوع اللي بيتابع الأخبار حتلاقوا الأخبار الكبيرة اللي وغدا دوشة كتيرة زي مثلا الحرب بتاعت أوكرانيا وروسيا مش عارفة يعني الأخبار اللي هي اللي بتاخد لكن فيه أخبار تانية بتبقى السطر مش بينة لكنها مهمة قوي وبتأثر على حياتك ده دوري أنا بقى في القناة دي إن أنا جيب لك الخبر اللي يهمك ويهم بيتك ويهم أسرتك فعشان كده بقول لكم اشتركوا في القناة لإن القناة دي مهمة جدا 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 يلا بقى ساعدوني القناة تكبر قولوا لصحابكوا يشتركوا فيها أنا بحط مجهود كبير وإن شاء الله ربنا في يوم الأيام إيه حيرفع لهذه القناة إن شاء الله طيب تعالوا بقى طبعا كالعادة أنا حقرى معاكم الخبر من المصدر بتاعه علشان تبقوا شايفين الخبر وفيين مصدره علشان ما حلمت جي يقول لي إيه إيه إنتي بتجيب الكلام دا منين بلا 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 أنا بحط الخبر وبردو الناس يبقى قدامكو قدام عينيكو والناس تقول لي إنتي بتجيب الكلام دا منين أنت بتقلفي إيه 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 هرتله وكرة مش عارف بقول لي ايه كلمة دايما يقولها لي معاین أنا جايب المصدر بقى ره معا Aha buffalo في مش عارفه لحقية بس أنا هيجيب المصدر لكن أنا عايزة قبل ما اقرأ معاكم التحذير ده عايز اقول لكم الـ background بتاعها عشان تبقوا فاهمين التحذير ده جي منين انتوا طبعا فاكرين الفترة ده فاتت لما حصلت انهيار البنوك فيه كذا بنك هنا في امريكا نهار وصغار البنوك زي مثلا Silicon Valley Bank زي Signature Bank كذا بنك كده ايه بدأ انهار والحكومة الفيدرالية ده دخلت عشان تنقذ البنوك ده المفروض ان البنك انت لما بتحط الوداع بتاعتك في البنك البنك بيدفع تأمين لهيئة فيدرالية علشان تأمن على الفلوس بتاعتك يعني ايه تأمن عليها يعني لو البنك نهار لأي سبب انت فلوسك حتستردها مهما كان ولكن السقف بتاع الاسترداد ميتين وخمسين الف يعني حضرتك لو حاطت مبلغ لغاية ميتين وخمسين الف حتسترده طب فوق كده لأ مفيش تأمين عليه طبعا الناس المرة اللي فاتت لما لقوا ان البنك حيبته نهار جري وخدوا الفلوس بتاعتهم اللي عنده مليون ونص مليون وخمسة مليون خدوا الفلوس لان عارفين مفيش عليها تأمين الحكومة الفيدرالية المرة اللي فاتت تدخلت ودفعت للناس تأمينات او رجعت للناس فلوسها عشان الاقتصاد ما ينهارش لان البنك اللي نهارت دي كانت بتمون صغار المستثمرين او اصحاب الاعمال الصغيرة طبعا دول ايه دول نص اقتصاد امريكا مبني على اصحاب الاعمال الصغيرة فما كانوش عايزان هم ينهاروا لكن في بنك تانية بتنهار الحكومة متدخلش فيها ما تكون بنك صغيرة اه بتمون شركات صغيرة ما يعني مش عددها كبير يعني الحكومة بتزبها فانت دايما في رزق كده لو حصل الفلوس فوق الميتين وخمسين الف حيحصل ايه طبعا الكلام ده مش بس في امريكا في بنك تانية نهارت برا امريكا زي كريدت سويس وغيرهم وغيرهم فالموضوع ده مهم قوي ان انت تعرف فانت فلوسك متأمين لغاية ميتين وخمسين الف طب ايه بقى التحذير اللي جالنا تعالوا نقرأ مع بعض علشان ايه يبقى كل حاجة قدامكم وطبعا انا حقراء الخبر وانت دايما تقدر تدخل وتراجع ورايا الخبر انا جايبا لكم الخبر ده من سي ان ان بيزنس سي ان ان بيزنس وحتلاقوه على نتورك تانية او على اه يعني بلادفورم تانية ابقوا راجعوا ورايا لكن ده من سي ان ان بيزنس فبيقولك ما تحطش الفلوس بتاعتك ما تخزنش فلوسك الكاش في منمو فينمو بايبال فده الكلام بيتقال على الموضوع ده التاريخ بتاع المقالة دي نفذت يوم اتنين يونيا يعني من يوم الجمعة اللي فات فاحنا بنتكلم فيه كام يوم كده فطبعا بيقولك ان الناس اللي بتستعمل البيمنت ابس زي بايبال زي فينمو طبعا بتبقى سهلة جدا فالشركات دي موافقش وراها بنك بيحميها ففي الجهات بقى الحكومية طبعا انت ممكن تقرأ بقى بالتفصيل انا طبعا بلخص لك وبقولك الكلام اللي قدامك اهو فبيقولك ان السيرفز دي هذه الخدمات اللي بيتديها لك بايبال وفينمو وكاش ااب وابل بي كلها جاية يعني دايركتوبوزت او بيشكس فيه الناس بتيجي بدل ما احط فلوسي في البنك لا انا ممكن احطها في بايبال او فينمو فجالك مثلا شيك تروح حطه في بايبال على طول او كده بحيث انها تتخزن فلوس وبالتالي تقدر ان انت تدفع ايه الحاجات بتاعها طبعا دي تبقى وسيلة سهلة قوي دلوقتي عايز ادفع اي حاجة لاي حد عايز اروح مطعم على طول جوجل ااب او او اا اا ابل بي الحاجات دي كلها فالناس بتخزن الفلوس بتاعتها دلوقتي في هذه الاب لكن جيه بقى اللي هو مكتب الحماية الحماية المالية للمستهلك وطبعا لو انتو تعرفوا ان البرو ده ده هو لكنه تبع خلاص اي بيقول ان الناس دي ما عندهاش الحماية they don't have they don't have اهي الحماية اللي حتلاقيها في البنوك الاخرى او الكريدت يونين مثلا فالديركتر او الرئيس بتاع الهيئة بتاعة حماية المستهلك حماية المستهلك المالية اللي هو روحة شوبرا بيقول ان حذر الكندا يهانيوم والخميس اللي فات يعني من اسبوع ان كل دول ده ده الناس باللوقتي بقوا يستعملوها بدل من البنوك العادية فحط الفلوس فيها وبالتالي لما اجي ادفع خلاص الفلوس already محطوطة في الحساب ادفع عطول ما عودش اعمل بين البنك وبين فبيستعملوها كبنك بديل ولكن هي مش بنك فطبعا بلد الوقتي ان تلات تربع الامريكان بقوا يستعملو الموضوع ده تلات تربع الناس بيفتعملو على الاقل واحد بيمينت من الحاجات دي فانتو متخيلين طبعا هنا بيقولك ان لما حصل البنك فيلير او البنوك نهارد انت متأمن لغاية ميتين وخمسين الف فقط على كل حساب فلكن المشكلة بقى ان الابس دي ما عندهمش التأمين ده فلو انت حطيت فلوسك في الابس دي والشركات دي انهارت لاي سبب فلوسك راحت عليك لان ما فيش تأمين ولا حتى على دولار واحد وده طبعا اللي حصل فيه البنوك زي سيليكون فالي بانك والكلام ده كله زي مثلا شركة اللي هي مسؤولة عن ما عندهمش اي حماية فيه دلوقتي بعض الشركات دي بتشتغل مع بانك زي يعني فيه بعض الابس دي بقت تستعم البانك علشان خاطر يديها التأمين ويدي المستمرين أو اللي بيحط المودعين اللي بيحط الفلوس عندهم بيديهم نوع من الحماية لكن لغاية دلوقتي طبعا انتوا بقى هتاخدوا وقتك وتقروا الكلام ده كله ما فيش الكلام ده الحماية دي مش موجودة فبيقولوا لغاية دلوقتي ترانزا اكشنز اللي حصلت كام تمنمية تلاتة وتسعين بليون دولار احنا قربنا من التريليون سنة اتنين وعشرين آآ فقط السنة اللي فاتت تقريبا ما يقرب من تريليون دولار رايح جاي ترانزا اكشن هم متوقعين ان في خلال خمس سنين هتوصل لواحد فاصل ستة أو واحد ونص تريليون دولار ترانزا اكشن عن طريق الابليكيشن دي فتلات اربع الامريكان تقريبا تريليون دولار ترانزا اكشن يعني كلنا بنستعملهم فاخدوا بالكم ما تحطوش الفلوس بتاعتكم هذه الابس ما هياش بديل للبنك عمرها ما تبقى بديل للبنك فهي is not insured آآ بانك فقى دي نقطة مهمة كمان الحاجة التانية ان في ناس كانت بتستعملها للكريبتو كارنسي بلاتفورم في بلاتفورم للكريبتو كارنسي يعني اسمها افتي اكس نفس الحكاية الشرك الافتي اكس الاب ده كان ناس بتحطوا فلوس كتيرة فيها عشان تشتري الكريبتو كارنسي بتاعتها الافتي اكس البلاتفورم ده انهار وفي مئات الملايين من الدولارات بتاعت الناس ما قدروش انهم يدخلو ياخدوها الاب انهار الشركة انهارت فهو حطت فلوسه ومش قادر يأكسس الفلوس دي من التليفون بتاعه او من اللابتوب بتاعه وخلاصة الكلام ده ان انت تستعمل الابليكيشن دي علشان بس تعمل من البنك بتاعك لبنك بتاع واحد تاني لكن ما تحطش فلوسك في هذه ما يجي لكش شيك وتروح تودع الشيك ده جوه الابليكيشن دي لان الابليكيشن دي ما هياش ما هياش بنك فمش هيقدر انه هو ينشور الفلوس بتاعتك ولو الابليكيشن ده انهار لاي سبب وقفل خلاص انت ما عندكش الفلوس بتاعتك دي على الاطلاق فحبيت ان انا اقول لكم المعلومة المهمة دي لو كان الفيديو بتاعي فاتكم اي معلومة لو كانت دك معلومة تهمك وتهم أسرتك فلو سمحت شير الفيديو وقل لي ايه رأيك في الكلام ده وانت قد ايه بتفتعمل الابليكيشن دي هل بتفتعمل يعني بتعتمد عليها كتير احب ان انا اسمع كلامكم شكرا لكم شكرا على تبعاتكم كان معاك ورانيا سلطان ودي حكايات من الولايات